أن تنادي بفك الحصار عن اليمن ثم تسرق ما يصل إليها من مساعدات إغاثية فأنت مزايد كاذب أن تسرق زاد الجوع وقوتهم من أفواههم فأنت ظالم وقس على ذلك أقوالا كثيرة ناقضت الأفعال وكانت على الضد منها تماما طيلة سنوات الحرب الأربع الماضية جعلت الميليشيا المساعدات الإنسانية التي تصل اليمن أحد مواردها الأساسية تسرقها وتبيعها في السوق السوداء وتوزع الجزء اليسير منها على من تشاء من الناس ولها في الاختيار اعتبارات لا إنسانية بالطبع خلال تلك الفترة ظلت الشرعية والمنظمات المجتمعية والنشطاء والحقوقيون يستنكرون أفعال الميليشيا لكن صراخهم هذا كان أشبه بالنفخ في بالونة مثقوبة فقد اعتبرت العديد من المنظمات الميليشيا شريكا فاعلا في عملها الإغاثين على اعتبار ما يرفع لها من تقارير وأخبار وبحكم أنها سلطة أمر واقع في محافظات شمال ومناطق أخرى وبينما ظلت المنظمات الدولية على اعتباراتها تلك كانت داخل اليمن الذي حولته سلطة الحوثيين الانقلابيين إلى محتجز إجباري للسكان شاهدا على عذابات صامتة بين البطون المتخمة وأجساد أكلها الجوع حتى أزفت وأصبحت عظاما ميتة ظل أنين الحوار الصامت بين المتخمين من تجار الحروب وبين أرقام ضحايا الجوع والعوز التي تتضاعف بمرور الأيام إلى أن بدأت بعض المنظمات تشير عيانا بأصابع الاتهامات للميليشيا بسرقة المساعدات بدءا ببرنامج الغذاء العالمي ومن المرجح أن تشمل القائمة أسماء منظمات أخرى وإن كانت الدوافع ليست إنسانية بحتة كما يعتقد البعض ممن ربط توقيت هذه الاتهامات بتنصر الميليشيا عن اتفاق ستوكهول